موسيقى يبدأ انتاج قصب السكر باختيار أصناف القصب المراد زراعتها بناء على التربة المحلية والظروف المناخية ويضمن اختيار الأصناف المناسبة الانتاجية ومقاومة الأمراض للنباتات وقد تم تطوير أكثر من 600 نوع في البرازيل استخدام الأسمدة محدود بسبب صلابة هذه المخلفات الناتجة عن معالجة القصب فعلى سبيل المثال يتم استرداد الفوسفور الغني في المصنع واستخدامه كأسمدة عضوية يتم تحليلها أولا في المختبر لتحديد الحجم الذي يمكن تطبيقه مرة واحدة بالضبط من المعروف أن المحتويات يتم تحميلها بالبقايا على شاحنات ونقلها إلى الحقول التي تم تطويرها خصيصا للاستخدام حيث تنتشر الشتلات فوق التربة عن طريق الألات الزراعية والبذور عبارة عن كتل من قصب السكر لنتابع معا كيف تتم زراعتها يتم سحب هذه الشتلات بواسطة جرار وتفتح الآلة ويفصل الأخدود الكتل ويضعها في التربة وفي المتوسط يجب إعادة زراعة حق لقصب السكر كل ست سنوات تعد البرازيل أكبر منتج لقصب السكر في العالم ومسؤولة عن 35% من الإنتاج العالمي لحقول قصب تغطي حوالي 8 مليون هكتار أو حوالي 20 مليون فدان أو 2.5% من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد بإمكانكم أن تتابعوا العملية المميزة التي يتم بها نقلوا المياه لسقاية هذا القصب لنتابع بعد أن يصل قصب السكر إلى هنفوانه يمكنكم أن تتابعوا آلات الحصاد وكيف تعمل حتى تقوم بحصاد هذه الكميات الهائلة والكبيرة من قصب السكر بهذا الشكل آلة واحدة من هذه الآلات التي ترون يمكنها حصاد ما يصل إلى 800 طن من قصب السكر يوميا وأيضا يمكنكم أن تتابعوا القوة المميزة لهذه الآلات ترجمة نانسي قنقر في نهاية اليوم يتم نقل قصب السكر الذي تم حصاده إلى هذه الناقلات حتى يتم إنزالها في المصانع وهنا يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم إنزال هذه المجموعة من المتمرسين والذين يقومون بعملية إحماء قبل بداية عملية جامع القصب وذلك بالطريقة اليدوية وهنا يحملون بعض الأسلحة بأيديهم خوفا من وجود ثاعبين أو ما شابه يتم قطع قصب السكر من الأسفل وبعد ذلك تقوم آلات بخصاده بجمعه عن الأرض لنتابع معا كيف يتم العمل بشكل مثالي ترجمة نانسي قنقر هنا في هذا المكان يتم إزالة عين من قصب السكر وتحليلها في المختبر ليتم تحديد محتوى السكروز في قصب السكر وتنفذ هذه العملية بداية قبل أن يتم إدخال القصب إلى المصنع لنتابع تمر هذه الشاحنة الآن لعملية قلبي هذا القصب داخل هذا المكان والذي سيبدأ بمعالجة القصب في الداخل لنتابع يتم طحن القصب بهذا الشكل كما ترون أمامكم وذلك حتى يتم عصره بشكل مثالي يتحول إلى قطع صغيرة وذلك حتى يتمكن بشكل مثالي من تحويله وعصره واستخراج المياه لنتابع معا كيف يتم العمل الخطوة الأولى تبدأ هي تنقية العصير الذي يخضع لعملية التبخر والغليان في هذه المرحلة حيث يتبلور السكر ويتم عزل البلورات في جهاز طرد مركزي وذلك حتى يتم استخراج البلورات من دبس السكر ويتم اختبارها ناحقا لنتابع معا كيف يتم صناعة السكر الأبيض في هذا المكان هنا يتم انزال السكر والتعبئته وتوزينه بهذه الكياس الصغيرة ومن ثم يتم جلب المنتج النهائي من القصب حتى يتم تعبئته بكياس كبيرة وعملاقة وهذا ما يحول إلى 20% من الانتاج العالمي من السكر من البرازيل فقط ممكنكم أن تشاهدوا العمل في هذا المصنع كيف يتم يتم أيضا صناعة الإيثانول من عصير قصب السكر من خلال عملية التخمير والتقطير ويتم تنقية العصير أولا عن طريق عمليات تصفية مختلفة حتى يصبح جاهزا للتخمير وخلطه مع الخمير في هذه المرحلة ويسمى السائل بالنبيذ المخمر الموجود في الكحول يتم استرداد النبيذ في آمدة تقطير وتصحيح الإيثانول المائي من النوع المستخدم في المركبات ذات الوقود المرن ويتم إنتاج هذه المراحل للحصول على إيثانول المائي من النوع الذي يتم خلطه بالبنزين ويخضع السائل إلى مرحلة إزالة الماء الإضافية أو مرحلة التشفيف ويستغرق الأمر وقتا طويلا في هذا المكان أما المنتج النهائي فينتهي من 15 ساعة لتصفية قطعة واحدة من السكر أي ما يعادل حوالي 85 لتر من الإيثانول المائي وأيضا تنتج البرازيل أكثر من 30% من الإيثانول في العالم ومن المتوقع أن يصل إلى إنتاج ثاني أكبر منتج للوقود الحيوي بعد الولايات المتحدة لنتابع طريق الإيثانول وكيف يتم نقله لتشغيل المركبات وأيضا تشغيل الحفارات الكبيرة وأيضا تشغيل المصانع باستخدام الوقود الحيوي نترككم مع مشاهدة ممتعة وطيبة نتمنىها لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة